من دلوقتي في رأيك يبقى مهاجم النادي الأهلي نقول ده المهاجم الأساسي للنادي الأهلي من الأسماء كلها اللي نابت صراحة ما حدش دلوقتي ولا واحد مش سبب باللعيب سبب إن الرجل لسه ما ثبتش على يعني ما داش فرصة مثلا لحسام حسن فترة ويغلط ويحطه ويسيبه شريف كان بدء كوي يعني بدء معنى قتل كويس جدا وكان الأساسي في الأهلي ومنتخب مصر حصله ظروف آئام كيروش وما استبعده وبعده وراح راجع موسماني بعده برضه من التشكيل فأرح خالص شاد يمكن شاد جاي مش راس عربة رقم تسعة بلعب من تحت يمكن الأهلي محتاجه يبرة صحربة بجودة عالية شوية يمكن حسن الصغف مفقودة عنده تماما ما بنعبش أساسي الشريف ما بنعبش أساسي في تغيير كتير في المنطقة دي بيرت تولى ما كان اللعب مهاجم عجبك هل ما عجبكش أخطر ما يكون تحت برضو من يشتغل ليجناح يا تحت راسة الحرب لكن ما يبقاش مهاجم الأهلي محتاج مهاجم قص الأهلي والزمالك أنت بتلعب مش دوري محلي بس أنت بتروح في أفريقيا وبعد أفريقيا هتروح كسر عالم أندية يعني فيه لازم يجيب اللعيب اللي عندي ده حشان كسر عالم أندية للمشاركات أفريقيا أي حد صح لكن في كسر داخل كسر عامل عندها داخل دوري أبطال أفريقيا أبطال أفريقيا محتاج حد جودة عالية طبعا عشان تلعب مع كواليتي كمان عظيم بالضبط كده